جايب خبار على فنانة مغربية بوشرة اللي هي السلما راشيد السلما راشيد شفنا رمضان اللي فات فيلم من إخراج هشام الجباري بعنوان قلب إبغاء غنشوفوها كذلك هذا رمضان ولكن ماشي في فيلم مسلسل مسلسل دير ربعات الحلقات السيناريو بقى موصنيش مزيان وكين للخبار أنه سلما راشيد غنشوفو عوشانو قد طلع لنفس تلفازة مغربية يعني هاد المسلسة غيكون بقناة مغربية 100% غنشوفوه خلال ربعات الحلقات يمكن معنوش المخرج اللي هو هشام الجباري معا كاسينج مغربي كبير وفيلوم القصة ديالو القصة ديالو مشي جديدة يعني موخود من شي حاجة مبغيناش الحرق والسيناريو لأنهم اللي عطانواني خبار مقاروش ليا كل شي كنتمنى وسلما راشيد توفيق في هاد تجربة جديدة اللي غد نجح فيه أكيد كيف ما نجحت في الفيلم اللي قبل منه هيفاش كانت معانا ضيفة في إحدى حلقات هاشتاك منتنا الموسم اللي فات قلت بأن تجربة التمثيل كانت صعيبة ولكن ممتعة وكانت تذكر أنها يعني اخذت منها وقت كبير كذلك غنت جينيريك السلسلة ألفوكا هي همي ولاد عمي فغادي نشوفوها مشي مسلسل لأنهم اللي نقولو أربع حلقات فهي سيكون دو فوقات بمعنى أن كل سيكون دو حلقة منتين وخمسين دقيقة كتدوز كل أسبوع الشهر الكريم فيه ربع الأسابيع ينربع الحلقات في الشهر الكريم أكيد هذه تجربة غادي تكون ممتعة بالأخص أنها غادي تشتغل مع المخرج هشام جباري اللي ذهي كانت تحت الإدارة دياله وفعلاً لكانت هناك إدارة ممتل يعني متقنة غادي نشوفو سلمة رشيد مختلفة تماماً